السلام عليكم مشاهدي قناة طب هو البيت مع ام لينا مرحبا بكم في القناة ديالي وكنرحب جميع المشتريكين المنضمين للقناة وكذلك الناس اللي كيتفرجون وباقي ما نضموش للقناة فانا فانا كنقول لهم يعني انضموا القناة وشجعوني باش دائما نحط لكم الجديد 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 وخليكم مع هذا الفيديو كذلك اللي هو تحفيزي فاليوم غادي نضفوا مع بعض اياتنا طلاجة كيف كتشوفوا يعني خويتها من جميع المنظمات جميع يعني الاشياء اللي كتكون فيها كلها خويتها كيف كتشوفوا الاوساخ اللي فيها يعني مش شيء اوساخ كثيرة فهذا يعني فقط بعد رمضان كيف كتعرفوه وكنستعملوا طلاجة بزاف وما كان ما كيبقاش لنالوقت باش ننضفوها تنضيف اللي كيكون عامق بزاف فه اه غادي اول حاجة غادي نحييز هاد المنظم هادا اللي كندير فيه الخوضر كيف كتشوفوه را متاسخ هادا كغادي نغسله سوف ندير هذا المحلول اللي سننظف به تلاجة سوف ندير هذا نفس الكمية دي الماء مع نفس الكمية دي الخل الابيض كنديرهم في هذا القرعة هذي وكن نحاول كنرشهم في جميع ندير الملطقة على تلاجة قاملة بالدخل وكن نرسل ممتزم من المناطق الممتزمين فانا كيف يرونه تلاجة ممتزمين حيانا الممتزم من المخفبة ممتزمين فقد نرش هذا البرودوي هذا الجميع الاماكين البلايس اللي كنا اه اللي كنا نشوف يوم الاوسخ سوف يمن بعد غدي نخليه واحد خمسة ديال دقائق او الا غدي نخليه بما غسلت المنظيمات اللي كي يكونوا لدخل وغسلت جميع الاشياء من بعد غدي نمرو بش نمسحوه ونحيدو قعل الاوسخ لي كتكون عالقة به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فكيف كانت تشوفون بعد مدازة خمسة ديال دقائق يعني الطبايع والاوسخ فكيت حيضوا بسهولة كنستعمل من ديالة كيكون فازق ونضف حدايا واحد هذا البانيون يكون فيه الماء ناقي ونحاول نمسحه وننظف الميندير ديالي او لازيف ننطفه مزيان ونبقى هكذا نمسح في جميع الجهات يعني بها الطريقة ننظف طلاجة ديالي بكل سهولة ونبقى ليه كذلك ننظيفه فقط للتنظيف العميق ان شاء الله غادي نحطه لكم حتى هو في فيديو خاص تنظيفه عميق لتلاجة باكمليها فقط هذا تنظيف يعني خفيف خفيف بزاف كيف كتشوفون بعد ما مسحتها مزيان ده بغادي ناخد واحد الميندير اللي كي يكون ناشف انا كنفضل هاد الملادي اللي كتكون كنمسحو بها الزوجاج لانها كتنظف لنا وكتكتمتص الماء بواحد سهولة كيف كتشوفوا غادي نمسح دابه غادي نحاول نمسح ثلاجة ديالي كاملة من الداخل بهذا الميندير هذا باش تصبح يعني نقية وناشفة حتى مني يبغي نحط فيها المنظيمات كون ناشفة ثلاجة ديالي من بعد ما نظفتها كتصبح نظيفة نظيفة بزاف وحتى الرائحة ديالها ريحة الخل والماء الى اللي ما كيبغيش الرائحة ديال الخل يمكن لكم ديروا يعني تعليوا التركيز ديال الماء على تركيز ديال الخل يعني اضافوا الكيميه ديال الماء فبنسبة لهاد المنظيمات فهو ملي كستعمل لفتلاجة دائما هذك المنظيم الصغر كندير فيه الجبن المثلات او لا يعني انواع الاجبار هادو كندير فيهم لياغورت و اه ديال اطفال و ديال ديال هاك الكيبار وهذا المنظيمات هادو فكندير فيهم الخضر او لا اي حاجة كنتسميتو بالنسبة لهذا كندير فيه زبدة وهذا كندير فيه الحلويات اللي كتكون شايتها كنغطيها وهذا المنظيم هادو فكندير فيه زبدة يعني زيت زيتون الاسود هادو كي يجيني سهولة كنجبدو كنحطو بالنسبة للمنظيم ديال الخضر فانا ضروري كنفرش فيه ذاك المنادي الورقية ديال المطبخ لانها كتمتصلي الرطوبة ديال الخضر وما كتخليهاش تفسد بهات الطريقة كنكون سايلة معكم الفيديو ديال تنظيم تنظيم تنظيف تلاجة فقط هدا كيف قلت لكم تنظيف يعني بسيط مشي عاميق ان شاء الله غد يلحط لكم فيديو ديال تنظيف العاميق التلاجة باكمليها فقط اللي كي يبغيب حال هاد الفيديوهات ما تنسوش تعملو ليه اكبر عدد من الجام وكنخليكم دب على خير و الى لقاء